من معارك الأمير عبدالقادر معاركة السيتات الزوطار في الثالث جولي 1836 ميلادي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات معاركة السيتات الزوطار في الثالث جولي 1836 ميلادي ألف موطع ساحة المعاركة يقع وادي السيتات بالقرب من مدينة تلمسان على بعد بضعة تيلومترات فقط ويلتقي هذا النهر مع نهر السين في السفوح الجنوبية لجبال سبع الشيوخ بالقرب من طرية سيدي يوسف ويتميز هذا الوادي بمنخفضاته العميقة في هذه المنطقة بينما على جانبه كانت تنتشر الهضاب والتلال وفي هذا الموضع يلتقي في وادي الأيصر ووادي السيتات أين وقعت معاركة السيتات با الاستعدادات التي اتخذها بيجو قبل المعاركة أمام الوضع الذي أصبحت تعاني منه القوات الفرنسية قررت وزارة الحربية إرسال الجنرال بيجو من باريس في الثالث والعشرون ماي على رأس قوات تتكون من ثلاث فيالق من المشات مع أوامر بالاستلال معسكر التافنة وتنظيم القوات الفرنسية فيه والقضاء على المطاومة هناك ولهذا الغرض تقدم بيجو على رأس جيشه نحو هضبة الوادي ووزع قواته التي كانت أعدادها حوالي 6600 مقاتل على شرزاوية مثلثة حيث تألفت الفيقة الأولى من أربع كتائب ونصف كتائبة وانتشرت هذه الفيقة وراء التلال أما الفيقة الثانية فتكونت من كتائبتين ونصف كتائبة وتماكزت إلى يصار الفيقة الأولى أما الفيقة الثالثة فضمت ثلاث كتائب وشكلت مقدمة الجيش أمام الفيقة الثانية والرابعة فتكونت من كتائبة واحدة وتماكزت ما بين الفيقتين الثانية والثالثة أما القافلة فتانت في الوسط بينما فرسان الضائرة والزمالة والطرور لاستقروا وراءها تدابير الأمير قبل المعركة بعد أن ابتعدت القوات الجزارية عن وادي السيتات قام الأمير باتباع نفس الترتيج الذي أحرز له النص في معركة المرطة وفي معركة سيدي عقوب مع إدخاله لبعض التعديلات المناسبة والمتوفقة مع طبيعة المنطقة حيث قام بتوزيع قواتي على ثلاث فرق ضمت الفيقة الأولى المشات غير نظاميين ومتاتلون بين 4000 و 4500 متاتل بإمرأة الخليفتين مصطفى بن التوهامي والبحمدي وتماكز على السفح الجنوب الغربي لوادي تايماترات أما الفيقة الثانية فضمت فرسان الخليفة ابن نونا بينما يحتل المرتفع المشرف على الضفة اليسرى لوادي السيتات أما الفيقة الثالثة فشكلت من الفرسان وبعض عناصر المشات النظاميين انتشروا على السطح الشمال الشرق المقابل لوادي تايماترات وحافظ الأمير على قسم مشاته تحتياط الاستعانة بهم في المارة عند الحاجة جيم ساحة المارة في صابي حتى السادس من شهر جولي 1836 ميلادي بدأت قوات الأمير تتقدم نحو معصر الفرنسيين الذين لم يستكملوا تمارتوزهم بعد وفي نفس الوقت كانت قوات ابن نونا تقاتل الدوائر على الضفة اليسرى لنهر السيتات فأمر بيجو قواته بترثيف القصف المتفع ضد قوات ابن نونا ثم قام بهجوم ضد تلك القوات فأجبرها للتراجع وبينما كانت قوات ترون تقطع نهر السيتات هاجم عليها مصطفى بن التوامي إلى أن هذا الهجوم تم صده من طرف بيجو بواسطة المشات وسارية من قناصة إفريقيا وفرسان الدوائر وبالرغم من ذلك تجعل هذا الهجوم القوات الفرنسية تتراجع نحو وادي ياسر بينما قام الأمير بجمع قواته النظاميين الذين كانوا يشكلون الاحتياط وأمرهم بتوجيه نيران بنادقهم نحو القوات الفرنسية التي تجمعت وتماركزت طالقت مدافعها نحو قوات الأمير المهاجمة إلى أن حدة القصف وتجمع القوات الفرنسية جعل قوات الأمير تتراجع وهو ما دفع بالفرنسيين إلى التجمع قصد مهاجمة القوات الجزائرية إلى أن بيجو علم باجتماعهم للهجوم وجمع قواته وزحف على رأسها تحت غطاء القصف الكثيف لمدفائيته نحو وادي السيتات ليقوم بهذه الخطة بمحاصرة قوى الأمير عند محاولة عبور الوادي ولما علم الأمير بخطة بيجو أصدر أوامر بوقف القتال والانسحاب في الحال فإجتاز قواته وادي ياس مفلتة من الفخ الذي نصب لها وبينما كانت هذه المعرة تدور على هضبة السيتات كانت هناك مواجهة أخرى في وادي السيتات بين قوات المشات الفرنسيين وفرسان ابن نونا الذي حاول اختراق الطافل الفرنسية ولما تعذر عليه ذلك إن سحب إلى معسطره في وادي مطرة وفي مساء يوم السادي سجويلية كانت منطقة السيتات في طبضة الفرنسيين دا نتائج معارقة السيتات أولا خلال هذه المعرة سقط العديد من الضحايا من الجانبين حيث بلغت حصيلة الأمير 120 قتل و140 جريح والأسر 130 أما الفرنسيون فلقد خسروا 32 قتل و70 جريح واعتبر الفرنسيين نهايتها نصرا عظيما حيث واصل بيجو سيره نحو تلمسان وسارات حامية تاضينيات ومع حفن من الكولوغوليين واليهود لاستقباله وتهنياته خارج المدينة ثانيا استلام لاترون سلم القيادة بعد بيجو الذي عاد إلى فرنسا أما الأمير فقد انسحب مباشرة إلى معسطره في عين الكبير قرب ندرومة رابعا خلال هذه المعرة استطاع الأمير أن ينزل بالقوات الفرنسية خسار وهذا بالرغم من قلة التدريب التنظيم الذي كانت تعاني منه القوات الجزائرية كما أن الخسار التي أصابت الأمير وقوته لم تحبط من عزيمتهم بل أشعلت في نفوسهم مهمة دعوة القبائل للجهد وبالمطابل فإن النصر الذي أحرزته القوات الفرنسية لم يكن له قيمة التي تخيلها عقب نهاية القتال إلى أن الأمير كان ما يزال محافظا على قواته ففي أوائي شارؤوت اجتمع بخالفته التهام وبنونة في ودي مطرة ومن هنا تأرسل ابن التهام إلى تلمسان لمتابعة حصار حامية المشور أما الثاني فتوجه إلى العاصمة للدفاع عنها وأمام هذا الوضع وبالرغم من الانتصال الذي حقتته السلطات الفرنسية إلى أنها كانت عاجزة عن التنقل في فرق عسترية تبيرة في واران وتلمسان التحليل من خلال دراستنا لهذا الفصل لاحظنا أن الأمير عبدالقادر خلال المعاية التي خاضها ضد الاستعمال الفرنسي خلال الفترة الممتدة من 1835 و 1836 ميلادي أن معراتي المرطى والسيدي يعقوبهما من أهم عارته لأنه انتصر في الأولى انتصارا تاملا على الجيش الفرنسي بقيادة الجنيرات ريزيل وتمكن في المعارة الثانية من فصل قوات بامرة الجنيرات دالونغ لمحاصرتها في موقعين متباعدين لا سبيل لها من الخروج والاتصال طبق الأمير في معارة المرطى هذه الطريقة محاصرة القوات الفرنسية وانقضى عليها من اتجاهين رئيسيين جبال حميان ووادي الأوغاس فزعزع سريها وافقدها نظامها وانضباطها وقادها إلى التشتت والعزيمة ملحطا بأناصرها خسايا كبيرة وهذه المناورة من الجنحين أدت إلى تحكم الأمير بأرض المعارة والانتصار التامن على الفرنسيين خلال معارة تسيدي يعقوب نجد أن الأمير استخدم هذا الأسلوب حيث أوهم دارلونغ باستجابة من سيدي يعقوب من المنطقة الجبالية القريبة ثم بعودته متخفيا على أنظار الفرنسيين إلى ميدان القتال استنتاج خلال هذه المرحلة تويج الأمير بانتصارات اهتز لها الرأي العام الفرنسي كمعارة المرطى ومعارة تسيدي يعقوب حيث ساهمت هاتين المعركتين في التفاف القبائل حول الأمير عبدالقادر ودعمهم له هذا من جهة ومن جهة أخرى تعرض إلى خيانة أحد خلفائه وهو المزاري الذي بمجرد ما هزم الأمير في إحدى المعارة باع وطنه وحريته ورضخ للمستعمر الفرنسي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد المترجم للقناة